يشتكي سكن قرية سيد إبراهيم ببلدية مقرار في نعام من حرمانهم من جميع مشاريع التنمية لسنوات طويلة على غرار مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي وإعادة تهيئة الطرقات مع انعدام الخدمات الصحية مصطفى دحابس الكبير صغير كل شي مريض وما نلقوش طبيب وما نلقوش باش نطلع العين سفر البلاد مقطوعة بلاد مقطوعة هنا عندنا القنطرة مقطوعة كي يجي الواد خمسة عشرين ما كانش مش نقطعو اسمي الأولاد مكنش الطريق هذي مقطوعة بيننا بين ثاني الطريق هذي مقطوعة انتع الواد الخدمة مكنش تتوارات مكنش التركتور اللي يجيب لنا في المجبال حاشق مكنش الفرملي مكنش باش تدقوا براحنا واحد راه لنا مرض هنرى خمسة عشر نكول قبيلة هدار معاي وقتل الفرملي مكنش نعاني من عدة مشاكل من هلبونية تحتية مكنش الطريق كي يحملوا الواد راهي قطع بيننا وبين القلعة الشغل مكنش عندنا شركة روشارج بيترول بعيدة عنا خمسة عشر كيلو جابوا ناس من أماكن من بلدية مجاورة وصحاب القرية اللي عندهم الحق ما كانش كانت يعني الجهات الوصية لمدير الصحة كانت يعني عينت يعني ممرضة مؤخرا وراهي يعني تهود يعني تمشي يعني هي تسكن في القلعة ومهما يعني الغبل لا تلقاه ولكن هي تروح تقريبا يوميا لقرية سيد إبراهيم فيما يخص المدرسة الابتدائية كنا خصصنا لها يعني غلاف مالي ما يقارب 350 مليون لترميمها داخليا ترجمة نانسي قنقر